اهلا بكم في حلقتنا اليوم النهاردة هنعمل مع بعض سمك البلوميتا سمك البلوميتا من الاسماك المتوفر فيها اوميجاسري وفيتامين به 12 بنسبة عالية جامد نقدر نعده بطرق متعددة زي الزيت واللمون زي الطواغن زي السنجاري تقدر يتعمل كمان منه تونة معلبة في البيت النهاردة انا نزلت بطريقة الزيت واللمون وان شاء الله على وعد مني هنزل لكم بالتونة المعلبة ده شكل السمك بناخدها وبنخسلها كويس وبننقعها في المية والخل اللي مدها في حدود من ربع النص ساعة الزفر في عالية جامد فلازم ننقعه في الخل بنبدأ بقى نقطع السمكة زي ما انت شايفها كده وبعد كده هجيب صدية وهرص فيها كمية السمكة البلوميتا اللي موجودة عندي تمام كده لحمها من جوه بيبقى احمر زي ما انت شايفين ده طبعا في التونة بتاعة العلب بيبقى جميلة جدا لما تعملها في البيت بعد كده بقى هنتباله بالملح ده كيلو عندي ياخد على طول معلقة كبيرة مسح من الملح الابيض نص معلقة صغيرة من فلفل الاصمر الكمون البابريكا الكوزبرة الجززبيل بصل وطوم بودر وهجيب كمين كم فص طوم مع فلفل اغضر وهندربه في الكبة وهتجيبه ليه التدبيلة بتاعتي عصر كم لمونة مع كم معلقة خل مع كم معلقة زيت ونقلب بقى كل المكونات الجميلة دي مع بعضها كويس ونحاول نحشي بالخلطة الجميلة ديت السمكة من جوه علشان تكون متشبعة بالنكهة وتبقى طعمها لذيذ تمام كده نجيل بقى رشد كده زيت هندخلوا فرن حامي بياخد في حدود نص ساعة وتبقى الصينية معيك جاهزة جربوه ان شاء الله هيعجبكم كتير جامد جدا ما تنسوش دعمكم للقناة من اللي اشتركوا لايك والشير علشان تكبر بيكم معيكم كانت معيكم نادية فايد من مطبخ بزة شيف دونتم فرعيتي الليه موسيقى